بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوحدة الثانية عشر والأخيرة من أعلام العربية الدرس الأول ابن قتيبة ابن قتيبة من علماء القرن الثالث هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري كان رحمه الله أديبا فقيها محدثا ومؤرخا ولقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه خطيب أهل السنة قال عنه ابن النديم كان صادقا فيما يرويه عالما باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه وكذلك عالما بالشعر والفقه كان كثير التصنيف والتأليف كما كان رحمه الله أغزر علماء العربية إنتاجا وأكثرهم تنوعا فلم يقتصل إنتاجه على فن واحد أو اثنين بل ضرب بسهم وافر في أكثر ميادين الثقافة العربية والإسلامية يمده في ذلك ذكاء فطري وموهبة عظيمة وعزيمة قوية وهمة عالية وشغف بالمعرفة ملك عليه نفسه فانصرف إليه كلية من مؤلفاته غريب القرآن وهو كتاب مطبوح وقد وضح غرضه ومنهجه في مقدمة هذا الكتاب فقال وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا أن نختصر ونكمل وأن نوضح ونجمل وأن لا نستشهد على اللفظ المبتدل ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد فإن لو فعلنا ذلك في نقل الحديث لحتجنا إلى أن نأتي بتفسير السلف رحمة الله عليهم بعينه ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث ولقد قصر ابن قتيبة ميدان بحثه في كتابه هذا على غريب القرآن أي الألفاظ الغامضة التي تحتاج إلى بيان معناها وقد بدأ كتابه بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فأخبر عن تأويلها وعن اشتقاقها له أيضا كتاب غريب الحديث وهو كتاب مفقود إلا أن ابن الأثير ذكره في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر وهذا كتاب مشهور لابن الأثير فقال ابن الأثير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله صنف كتابه المشهور في غريب الحديث والأثار حذا فيه حذو أبي عبيد القاسم بن سلام ولم يودعه شيئا من الأحاديث المدعة في كتاب أبي عبيد إلا ما دعت إليه حاجة من زيادة شرح وبيان واستدراك أو اعتراض فجاء كتابه وهو يعني كتاب غريب الحديث لابن قتيبة مثل كتاب أبي عبيد أو أكبر منه وفتتح ابن قتيبة غريبه بتفسير مجموعة من المصطلحات الدينية ثم صنفه على المسانيد والناظر فيما قاله ابن الأثير عن غريب ابن قتيبة أو ما نقله ابن الأثير أيضا في كتابه يجد أن كتاب ابن قتيبة يمتاز بالوضوح وتتبع الألفاظ في الأحاديث المختلفة والميل إلى الميدان اللغوي إذ يقول عنه الخطابي إنه ويعني ابن قتيبة يمتاز بإشباع التفسير وإراد الحجة وذكر النظائر وتخليص المعاني له أيضا مؤلفات عديدة تزخر بها المكتب العربية منها الشعر والشعراء وعيون الأخبار وأدب الكاتب وقد وصلت مؤلفاته إلى ثلاثين مؤلفا كما قالت كتب التراجم وبالجملة فقد كان ابن قتيبة أديب الفقهاء ومحدث الأدباء انتهى هذا الموضوع ألقاكم مع علم آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته